حققت الحكومة الحالية إنجازات دبلوماسية عربية ودولية على صعيد تطوير علاقة العراق مع العالم فيما يحسن بنية ولحمة التعاون التجاري والاقتصادي الذي ينهي ما دمره الإرهاب والفوضى في زمن سابق وفي ملخص سريع لآخر ما أنجزته الحكومة في ثنائيات العلاقات الدبلوماسية فقد وثقت الخلاصة تمتين العلاقات الثنائية بين العراق وسلطانة عمان على طريق المزيد من التعاون وتعزيز التواصل بين بغداد ومسقط لم تكن عمان المحطة الأولى بل إن قطر التي تربطها مع العراق علاقات وطيدة كانت على رأس الاهتمام أيضا بموضوعات ذات اهتمام مشترك تكللت بزيارة رسمية من دولة قطر لحضور المعرضة الدولية الثالث عشر للأمن الداخلي والدفاع المدني ميلبول قطر إلى مصر حيث تعمقت الصلة بين ديوان الوقف السني ومفتي الديار المصرية بتواصل مباشر بين رئيس ديوان سعد جنبش مع فضيلة شوق علام في سبيل مواجهة التكفير والتطرف وهو المبدأ والشعار وتعظيم قيمة علماء الدين تكلل التواصل الرسمي بدعوة خاصة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي لزيارة العراق وهنا تشرع بلاد الرافدين أن تعيد مجدا من حضارتها الذي تعظمت فيه لغة حوار الديانات الذي سجل في تاريخ العراق الحديث زيارة باب الفاتيكان التاريخية إلى البلاد وهو منجز يتحقق نحو تحقيق نهج جديد في المسامحة والسلام وفي سياق زراعة المساحة الآمنة في البلاد يستمر العراق بحكومته إلى تعزيز التعاون مع النيتو وهذا ما تصب إليه الحكومة العراقية على سياسة تقوية المؤسسات الأمنية لتمتين جبهة الداخلية والحدودية في مواجهة قوى الشر والظلام